السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مادة الرياضيات للمستوى الرابع صفحة واحد وابعين من كتاب الجيد في الرياضيات إذن هنا نؤوم تعلماتي تتم للدروس السابقة نبدأ من التمرين العاشر أشتب الجواب الخطأ يعني هنا سنشتب الجواب الخطأ المضاعف المشترك الأصغر للعددين أربعة وعشرة هو إذن المضاعف المشترك هنا الأصغر للعددين إذن مضاعفات العدد أربعة إذن سنكتب هنا مضاعفات العدد أربعة ثم نحدد مضاعفات العدد عشرة ونبحث عن المضاعف المشترك الأصغر إذن هنا بالنسبة للعدد أربعة مضاعفاته أربعة تمانية اثنى عشر ستة عشر عشرون اربعة وعشرون تمانية وعشرون اثنان وثلاثون ستة وثلاثون ثم أربعون أن هنا أكبر العدد هو أربعون بالنسبة للعدد عشرة إذن عشرة عشرون ثلاثون أربعون إذن أصغر المضاعفة المشتركة هنا عشرون عشرون أيضا أربعون إذن أصغر مضاعف هنا هو العدد عشرون إذن هنا العدد عشرون هو أصغر هو المشترك الأصغر للعددين أربعة وعشرة إذن 32 خطأ تمانية وعشرون خطأ أربعون خطأ إذن الجواب الصحيح هو عشرون نحن نشطب على الجواب الخطأ التمعين التاني الأرسم المشترك الأكبر للعددين 12 و 24 هو 4 12 24 6 هنا ايضا سنحدد اواصم العدد 12 ثم اواصم العدد 24 اذا 12 هي 12 ضرب 1 12 ايضا 2 في 6 12 3 في 4 فقط اذا هذه هي اواصم العدد 12 اواصم العدد 24 هي 24 ضرب 1 24 اثنان ضرب 12 24 تساوي 3 ضرب اذا 3 في 8 24 تساوي 4 ضرب 6 اذا هذه اواصم العدد 24 وهنا اواصم العدد 12 اذا اواصم المشتركة هنا 1 ايضا 2 ايضا 3 ايضا 4 وكذلك 12 اذا هذه هي الاواصم المشتركة وايضا 6 اذا 6 ايضا هي اواصم المشترك بينهما اذا هنا لدينا الاواصم المشتركة هي 1 2 3 4 6 و12 نحن نبحث عن الاصم المشتركة الاكبر اذا اكبر هنا ااصم وهو 12 اذا 12 هي الاصم المشتركة الاكبر بين 24 و12 اذا 4 خطأ 24 ايضا و6 اذا الاصم المشتركة هو 12 ننتقل الى التمرين 11 اذا 10 الاحد الاعداد إذن هنا لدينا خمسة وهو عدد فردي إذن هذا العدد يعتبر عددا فرديا لأن رأم وحداته عدد فردي إذن نلونه باللون الأحمر أيضا هنا ستمائة وواحد وتلاتون إذن لدينا في رأم الوحدات واحد وهو واحد أيضا عدد فردي إذن أيضا هذا العدد هو عدد فردي لأن رأم وحداته عدد فردي هنا 540 لدينا هنا الصف الصف يعتبر من الأعداد الزوجية إلا لا 108 أيضا لدينا في الوحدات 8 و 8 عدد زوجي 3652 لا لأننا لدينا في الوحدات 2 و 2 عدد زوجي 938 أيضا لا فأم الوحدات هنا 8 و 8 عدد زوجي 524 أيضا لا فأم الوحدات عدد زوجي الأعداد الزوجية هي مضاعفة لعدد 2 يعني الصف 2 4 6 8 هنا 701 هنا في الوحدات 1 و 1 عدد فردي إذن 701 هو عدد فردي إذن نلوين هذه البطاقة إذن فقط نلوين الأعداد الفردي ثم السؤال الثاني أكتب الأعداد التي تقبل اسمها على 5 و 2 إذن الأعداد التي تقبل اسمها على 5 و 2 هي التي رأم وحداتها صيفر أو 5 عفوا الصيفر هي التي رأم وحداتها صيفر فلأن التي رأم وحداتها 5 هي أعداد فردية وبالتالي لا تقبل الاسم على 2 إذن التي رأم حداتها الصفر فقط العدد 540 هو العدد الذي يقبل الاسم على 5 و 2 في نفس الوقت فهو لديه هنا الصفر أي يقبل الاسم على 5 والصفر عدد زوجي يقبل الاسم على 2 إذن 500 و 4 أكتب الأعداد التي تقبل الاسم على 3 و 9 إذن أعداد التي تقبل الاسم على 3 هي التي مجموع أعدادها من مضاعفات العدد 3 بينما التي تقبل الاسم على 9 هي التي مجموع أعدادها يعطينا فقط 9 إذن هنا لا لأن 6 زائد 5 11 لا تقبل الاسم على 9 هنا مجموع 6 زائد 3 9 زائد 11 أيضا لا تقبل على 9 5 زائد 4 9 9 من مضاعفات العدد 3 وتقبل الاسم أيضا على 9 إذن 108 هنا 9 زائد 2 إن هذا أكبر من 9 مجموع هذه الأعداد أيضا أكبر من 9 هنا أيضا 11 أكبر من 9 وهنا 7 زائد 1 8 لا تقبل الاسم على 9 وبالتالي لا تقبل الاسم على أيضا 3 ننتقل إلى التمرين 12 ألاحظ وأشطب الجواب الخطأ إذن هنا أيضا سنشطب على الجواب الخطأ العدد 40 مضاعفان للعدد 10 صحيح لأن 10 ضار 4 تساوي 4 وبالتالي 40 مضاعفا للعدد 10 إذن هل صحيح أو خطأ؟ خطأ إذن وهذا هو الجواب الخطأ إذن سنشطب لأن 40 من مضاعفات كما قلنا العدد 10 5 آسم للعدد 40 إذن لدينا هنا 5 ضرب 8 تساوي 4 إذن 5 آسم للعدد 40 صحيح إذن هذا خطأ العدد 50 مضاعف للعدد 30 لا ليس هناك عدد نضربه في 30 ويعطينا 50 إذن خطأ إذن هذا هو الجواب الذي سنشطب عليه 8 آسم للعدد 40 5 ضرب 8 كما قلنا تساوي 40 إذن 8 آسم لأربعون صحيح إذن سنشطب على خطأ 1 آسم للعدد 150 صحيح فـ 1 آسم لجميع الأعداد إذن نشطب على خطأ العدد صفر مضاعف للعدد 270 صحيح فالصفر في ضرب 270 تعطينا عفوا ليس هناك عدد إذن صحيح سنشطب هنا على خطأ لأنه هو الجواب الخطأ ثم ننتقل إلى 80 13 ألاحظ وأشطب الجواب الخطأ إذن أيضا هنا سنشطب على الجواب الخطأ العدد 265 يقبل الإسم على 5 نعم لماذا؟ لأن الأعداد التي تقبل الإسم على 5 هي التي رأم وحداتها صفر أو 5 إذن الأعداد التي تقبل الإسم على 5 يكون رأم وحداتها صفر أو 5 وهنا رأم وحدات 5 إذن العدد 265 يقبل الإسم على 5 إذن الجواب الخطأ هو لا العدد 350 يقبل الإسم على 2 وعلى 5 إذن نلاحظ هنا في رأم الوحدات صفر والأعداد التي لها صفر في رأم الوحدات هي آسمة للعدد 5 وأيضا آسمة للعدد 2 لأن الصفر عدد زوجي يعتبر عدد زوجي أعداد التي تقبل الإسم على 2 هي التي رأم وحداتها مضاعفة لعدد 2 وهي الصفر 2 4 6 8 إذن هنا لدينا الصفر فالعدد يقبل الإسم على 2 وعلى 5 إذن نشطب على الجواب الخطأ وهو لا العدد 282 هل يقبل الإسم على 3 الأعداد التي سقبل الإسم على 3 هي الأعداد التي مجموعة أعدادها أو المجموعة رأم رأم ديالة يسأل من مضاعفات العدد 3 إذن لدينا 2 8 2 2 زائد 18 10 زائد 2 12 إذن عندما نجمع هذه الأعداد ستعطينا 12 و 12 من مضاعفات العدد 3 إذن هذا العدد سيقبل الإسم على 3 إذن نشطب على لا العدد 279 يقبل الإسم على 9 الأعداد التي تقبل الإسم على 9 هي التي مجموعها يساوي 9 يعني مجموع الوحدات والعشوات والمئات يساوي 9 إذن لدينا هنا اثنان نضيف إليها سبعة ونضيف إليها تسعة ستعطينا 18 إذن ليس لا تعطينا 9 إذن فهي لا تقبل الإسم على 9 إذن الجواب الخطأ هو نعم العدد 123 يقبل الإسم على 3 وعلى 9 إذن كما قلنا الأعداد التي تقبل الإسم على 3 هي التي مجموعها من مضاعفة 3 3 زائد 2 5 زائد 1 6 نعم 6 من مضاعفة 3 أي يقبل الإسم على 3 ولكن ليكون قبل الإسم على 9 يجب أن يكون المجموع 9 والمجموع كما قلنا هو 6 إذن هذا العدد لا يقبل الإسم على 3 ولا 9 في نفس الوقت إذن الجواب الصحيح هو لا إذن نشطب على نعم كل عدد يقبل الإسم على 9 هو يقبل الإسم على 3 إذن الأعداد التي تقبل الإسم على 9 تقبل الإسم على 3 صحيح فهي مادم تقبل الإسم على 9 إذن هي من مضاعفات العدد 3 الجواب الصحيح نعم إلا نشاطيب على لا إنه إلي التمرين البيعة تحشر إنه إلي التمرين البيعة تحشر إلينا إن أسلل يستمروا في الجهور معنام المقدمة المقدمة لأس tee Honors فيطورة إلى أسعى 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 السقاط فيطورة إلى أسعى سترة إلى أسعى ألست mettائم المقدمة إذن هنا معلم يريد تكوين مجموعات من نفس عدد التلاميذ يعني المجموعات تكون فيها نفس الأعداد بالنسبة لأسمين عدد التلاميذ فيه 30 إذن هنا يريد تقسيم العدد 30 على مجموعات سيكون فيها نفس العدد أي هنا سنبحث عن أواصم العدد 30 وسنختار من بين هذه الأعداد التي يمكن أن يشكل منها هذا الأستاذ مجموعات إذن نحسب هنا مضاعفات الأواصم العدد 30 إذن 30 تساوي 1 في 30 إذن هذا لا لأنه يريد مجموعة والمجموعة لا يمكن أن يكون فيها تلميذ 1 إذن 30 تساوي 2 ضد 15 30 تساوي 3 ضد 10 30 تساوي 4 إذن 5 ضد 6 إذن 5 ضد 6 فقط هذه المضاعفات إذن يمكن أن نكتب مثلاً 30 تساوي 6 ضد 5 أيضاً 30 تساوي 10 ضد 3 إذن هنا فقط تغيير في الأماكن الأعداد أو 30 تساوي 15 ضد 2 إذن هذا المعلم يمكن أن يشكل مجموعتين كل مجموعة فيها 15 تلميذ إذن هنا يمكن له الاختيار من بين هذه الأعداد إما مثلا هنا مجموعتين في كل مجموعة 15 تلميذ أو العكس 15 مجموعة في كل مجموعة تلميذين. إذن الأعداد التي يمكن أن يستعملها هذا المعلم هي 2 كما قلنا أو 3 5 6 10 و 15. إذن هذه هي الأعداد التي يمكن للمعلم أن يشكل منها مجموعة أو عدد التلميذ. ننتقل إلى التمرين الخمسة عشر. إذن هنا لدينا مربع سنملأ هذه المربعات حسب هذه الأعداد التي لدينا. هنا عمودي أو أفقي إذن هنا عمودي وهنا أفقي إذن سنبدأ من هنا. أولا إذن هذه الخالات الأفقية ميتيبي 2 4 7. إذن هنا جداء 4 و 7. إذن جداء العدد 4 و 7 هو العدد إلى 2 ديفيزيور 1 7. إذن هذه الخالة الثانية. إذن الخالة الأولى ميتيبي 2 4 E 7. إذن هي 28. يعني مضاعف درب خارج عملية الدرب لأربعة في سبعة هي 28. إذن نكتب 28. هنا قاصم للعدد 1 و 5. إذن ديفيزيور 1 E 5. إذن العدد الذي لديه قاصم 1 و 5. يعني من أواصمه 1 و 5. هو 5. لأن 5 تقبل الإسم على نفسها وعلى 1. النمبر. إذن هنا درب 3 ضرب 8 ضرب 6. إذن بالنسبة للخالة الثانية. إذن 3 ضرب 8 ضرب 6. إذن 3 ضرب 8 24. 24 ضرب 6. 6 ضرب 4. 4. ونحصف بـ 2. 12. 14. إذن 104 و 14. إذن هنا سنكتب 104 و 14. إذن العدد الثالث. البلي بوتيت ملتبيه 2 و 4. إذن 3. إذن هنا أصغر مضاعف هنا لـ 2 و 3. وهنا البلي كرون نمبر أدو شفر. وأكبر إذن مضاعف هو بين 2 و 3 هو 6. وهنا أكبر عدد مكون من رأمين. إذن أكبر عدد في الأم التي تكون من رأم 1 هي 9. إذن من رأم 2 9. إذن هنا 9 و 9. لأن العدد الأكبر مكون من رأم 2. ما دم 9 أكبر رأم 2. إذن 9 و 9. هنا إلا ديفيس 2 لنبغة. الذي يقصم جميع الأعدد. إذن كما قلنا في التمرين 12. واحد أقصم لجميع الأعدد. إذن العدد 1. إذن هنا. ليس لدينا. إذن سلم له هنا بالعمودي. ديفيزور 2. إذن هنا يقصم لـ 432. إذن سنتأكد من 216. أقصم للعدد 432. إذن 216. عرفوا. 216. نضربها في 2. ونتأكد. إذن 216 ضرب 2. 22. 223. 24. نعم. إذن في 216 ضرب 2. تعطينا 432. وبالتالي فإن 216. أقصم للعدد 432. إذن هنا. ضرب العدد 7 في 12. إذن 7 ضرب 12. 7 ضرب 24. نحتفظ بـ 1. تعطينا 84. إذن هنا لدينا 84. صحيح. أصم الأصغر لـ 9. إذن الأصغر لـ 9. هو 1. لأن 1 من أواصم العدد 9. وهو أصغر أصم. ملتيبي دو ست. إذن هنا مضاعف للعدد 7. لدينا 49. نعم. فهي مضاعف للعدد 7. لأن 7 في 7 تعطينا 49. هنا أصم للعدد 15. 15 و 25. وهو العدد 5. لأن 5 في 3 تعطينا 15. إذن 5 أصم للـ 15. و 5 في 5 تعطينا 25. إذن هي أيضا أصم للعدد 15. ملتيبي دو 10. إذن مضاعفات العدد 10. ولدينا هنا 9. إذن 90. 90 من مضاعفات العدد 10. إذن هكذا نملأ هذه الأعداد عموديا ثم أفقيا. إذن هكذا نكون قد أنهينا تمارين الصفحة 41 من الكتاب الجيد في الرياضيات للمستوى الرابع لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ترجمة نانسي قنقر